أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية أن شركة جولد أبولو المصنعة لأجهزة الاتصال ترجح إدخال تعديلا على الأجهزة بعد تصديرها وعلحت الوزارة أنه لا يوجد سجل للتصدير المباشر إلى لبنان فيما نفى مؤسس الشركة التايوانية أن تكون أجهزة بيتجر التي انفجرت في لبنان من تصنيع الشركة وقال إن شركة مجرية صنعت أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير في لبنان هناك وكيل في أوروبا نتعاون معه منذ ثلاث سنوات وهو الوكيل لجميع منتجاتنا كما أن تجو جهاز استدعاء باستخدام علامتنا التجارية ويدفعون لنا مقابل استخدام شعارنا ولدينا عقود جاهزة يمكننا عرضها